السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف والسادس عدادي وصلنا إلى الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح ماذاة اللغة الإنجليزية وبالترتيب موضوعنا لهذا اليوم الموضوع القواعدي اللي هو فريزل فيربز صفحة تسعة من كتاب الطالب الأفعال المركبة فريزل فيربز الفعل المركب أول شيخة نجي نشرح شنو الفعل المركب هو كل فعل ييجي بعده حرف جر صار فعل مركب فعل بعده حرف جر preposition صار فعل مركب مثل turn هو فعل إثناء لحرف جر off صار فعل مركب بمعنى يطفئ turn on يشغل صار فعل مركب give اللي هو الفعل واثناء لحرف جر up يترك صار فعل مركب إذن الفعل المركب هو كل فعل مضاف لحرف جر صار فريزل فعل مركب مرات هذا الفعل عندما نضيف لحرف جر يختلف معنى الفعل يعني مثل give يعطي عندما نضيف لحرف جر اللي هو up تغير معنى صار يترك give up يترك أو يتخلى try ضفنا لحرف جر on ومرات إنه الفعل عندما نضيف لحرف جر يبقى نفسه يعني try on try يجرب try on أيضا يجرب طبعا انت خلي ببالك هاي حروف جر on in out in out off off by with under أيضا من حروف جر اللي هي تحت down أسفل أيضا من حروف جر كذلك up للأعلى أيضا من حروف جر اطلع عليها الآن احنا عدنا المفعول به يأما يكون على شكل اسم أو يكون على شكل ضمير يعني ضمير مفعول به ذن ضماء المفعول به me الهم الهير الات اليو ذن الاز وقاعدة شو تقول إذا كان المفعول به ضمير مثل هذا it إذن إلى طريقة حل وحدة أنه نخلي الضمير بين الفعل وبين حرف الجر عيد إذا كان المفعول به ضمير شنو الضمير اللي هي me أو هم يعني ضماء المفعول به here it you them as إذا لقيناهن أثناء ما نريد الرتب الجملة اللي هو يطلب من عندنا أن نرتبها إذا كان ضمير فموقع يكون بين الفعل اللي هو turn وبين حرف جر اللي هو on خلي بالنص بالضبط ضمير المفعول به يعني صير turn it on أما إذا كان المفعول به اسم أي اسم أي اسم فإلى طريقتين بالحل أما يكون يعني بالنص عادي بين الفعل وبين حرف الجر أو يكون بعد حرف الجر مباشرة يعني إلى طريقتين بالحل can you طبعا تنزلت يا دي turn on the television هذا الحل الأول زين خلي نكتبها على مد لأن لا هذا pdf المهم can you turn on the television هل يمكنك أن تشغل التلفاز وممكن نقول can you turn the television on هل ممكن أنه تشغل التلفاز إذن إذا كان اسم فممكن نحل بطريقتين أما يكون بعد حرف الجر مباشرة أو يكون موقعة بين الفعل وبين حرف الجر النقطة الثانية هنا أنا عندي ضمير مفعول به يعني مو اسم ضمير مفعول به إذن إلى طريقة حل وحده I've already turned it on فقط وهكذا بقية التمارين اللي راح نشوفها محلولة في كتاب النشاط صفحة 11 النقطة الأولى هو حالها can you turn on the television زين بما أنه عندي المفعول به اسم إذن إلى طريقتين الحل اللي هي can you turn on the television يعني يكون المفعول به الاسم بعد حرف الجر مباشرة أو إلى طريقة حل أخرى أنه يكون المفعول به بين الفعل وبين حرف الجر can you turn the television on إذن إذا شفت اسم تحله بطريقتين أما إذا شفت طمير مفعول به إذن إلى طريقة حل وحده يكون موقع بين الفعل وبين حرف الجر ولا تهتم يعني شوف الفعل بالمضارع بالماضي المهم هو فعل وبعده يكون حرف جر إذا كان المفعول به بصيغة الضمير إذن موقع يكون بين الفعل وبين حرف الجر smoking is إيش ما موجود ببداية الجملة تتنزلها smoking is terrible تنزلها بالبداية يعني هنا أنا مكاتبها أنت تكتبها ما أدري ما سويت هاي تخربطت يلا smoking is terrible تتخين فضيع you should give up it ودائما نصيغة السؤال تجيب هالطريقة هذي إنه يطيق جملة يقول لك رتبها بما أنه ضمير المفعول به بما أنه المفعول به هو ضمير إذن موقع يكون بين الفعل وبين حرف الجر give it up you should give it up النقطة الرابعة بما أنه المفعول به اسم إذن ينحل بطريقتين طريقة الأولى أنه تخلي بين الفعل وبين حرف الجر اللي هي ما مكتوبة أنت حاول تكتبها والطريقة الثانية أنه تخلي بعد حرف الجر مباشرة متى بدأت بهواية جمع الطوابع النقطة الأخرى بما أنه المفعول به ضمير إذن إلى طريقة حل واحدة البداية تنزل أداة الربط وين أو أداة السؤال تنزل I اللي هو الفاعل took اللي هو الفعل it اللي هو ضمير المفعول به up حرف الجر وهكذا بقية الأشياء إذا لقناها اسم إذن إلى طريقة الحل إذا لقناها ضمير إذن إلى طريقة وحدة بالحل الآن نحاول أنه نطلع على الأسئلة الوزارية اللي يجدتي على هذا الموضوع لأن الموضوع دائما يجي بطريقة أنه ترتب أو تختار يعني هنا أنا مثلا السؤال I can't remember when I تختار واحدة من ذنين الثنيين took up it أو took it up بما أنه هو المفعول به إجاب صيغة ضمير إذن يكون بين الفعل وبين حرف الجر took it up I'll turn down it in a minute put in order رتب I'll تنزل turn الفعل ينزل بما أنه المفعول به ضمير إذن نخلي بين الفعل وبين حرف الجر down هو حرف الجر in a minute هاي تكملة الجملة تنزل في نهاية الجواب أيضا النقطة الثالثة I like those shoes can I بما أنه المفعول به إجاب صيغة ضمير إذن إلى طريقة حل وحده الفعل ينزل try them بعد مباشرة on اللي هو حرف الجر ذلك بقية الأشياء اختهنا الفكرة الأساسية إنه إذا كان المفعول به بصيغة ضمير فإلى طريقة حل واحدة اللي هو يكون بين الفعل وبين حرف الجر وإذا كان المفعول به بصيغة اسم يعني إجاب صيغة اسم فإلى طريقتين الحل أما يكون بعد حرف الجر أو يكون بين الفعل وبين حرف الجر موضوع بسيط وسهل وممكن أنه تضمن من عنده درشتين بالامتحان الوزاري إذا أفتهمت الفكرة الأساسية ما ألتأوه تقريباً هذا كل سنة يجع ليه السؤال فلضى يا حاية درشتين ألتقيكم في الدرس القادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر